بعد ما شفنا وتبعنا أهم الأحداث اللي حصلت امبارح وكمان في المحافظات دلوقتي هنشوف الأحداث اللي هتحصل النهاردة واللي منها الاجتماع اللي هيعمل وزير الأوقاف مع مديري المديريات لتفعيل الأنشطة الدعوية وعودة المقارئ القرآنية في المساجد كمان عودة بعثة منتخب الكاراتي إلى القاهرة بعد التتويج ب13 ميدالية في منافسات الدوري العالمي في المغرب ده غير المتشاة المهمة اللي هتلاعب النهاردة في الدوري المصري وكمان في الدوري الإنجليزي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة الدكتور محمد مختار جمع وزير الأوقاف هيعمل اجتماع مع مديري المديريات عبر الفيديو كونفرنس وهينائش فيه تفعيل وتكثيف الأنشطة الدعوية وعودة المقارئ القرآنية والبرنامج الصيفي للطفل ومشروع سقوك الأضاحي وكمان تجهيز ساحات صلاة عيد الأطحى المبارك النهاردة كمان المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هيشارك في منتدى أعمال الطريق لكوب 27 واللي هتنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن وهيستعرض فرص الاستثمار في المنطقة خاصة في المشاريع الخضراء وتعزيز التحول الأخضر في مصر النهاردة هترجع بعثة منتخب الكاراتي للقاهرة قادمة من المغرب بعد التتويج ب13 ميدالية متنوعة بمنافسات الدوري العالمي اللي أقيمت في الفترة من 13 وحتى 15 مايو الجاري لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات قوية في إطار الجولة 19 من عمر المسابقة هيلتقي الجونة مع مصر المقاصة الساعة 4 العصر وكمان هيلتقي فيوتشر مع الاتحاد السكندري الساعة 6 ونص والزمالك مع طلائع الجيش الساعة 9 بالليل وفي الدوري الإنجليزي هيكون في مباراة حاسمة في منافسة ليفر بول على الفوز بلقب المسابقة وهيلتقي ليفر بول مع ساوث هامتون في الساعة 9 إلا ربع بالليل اشتركوا في القناة